اشتركوا في القناة ثم تبعه صمت استمر عدة اسابيع وذات يوم طرق شخص باب الاخ الاكبر باحثا عن عمل فاجابه الاخ الاكبر بالاجاب واخبره بوجود قطع من الحجارة قرب منزله وانه يرغب في بناء سور عال يقسم المزرعة المشترك بينهما انتقاما من اخيه الاصغر الذي اساء اليه فاجابه العامل بانه قد فهم الوضع فاعطاه الاخ الاكبر الادوات اللازمة ثم سافر تاركا اياه يعمل اسبوعا كاملا وعند عودته من السفر وجد مفاجأة بانتظاره فبدلا من بناء سور بنى العامل جسرا بديعا في تلك اللحظة خرج الاخ الاصغر مسرعا صوب اخيه قائلا يا لك من اخ رائع تبني جسرا بيننا رغم كل ما بدر مني وبينما كان الاخوان يحتفلان بالسلح اخذ العامل يجمع ادواته استعدادا للرحيل فطلب منه الاخوان البقاء معهما واقترح عليه عملا عندهما فاجاب بانه يرغب في بناء في البقاء والعمل معهما لكنه ذاهب لبناء جسور اخرى افهمتم الحكمة من القصة ان لا نتوانى عن بناء جسور المحبة وان نتجنب بناء الاسوار بين الاشخاص